انه امس كنت انا في ابلي اكثر من اسبوعين بعدين امس جال قدام بيتي باص بلوكو معكس ونزل واحد من الثم ويدق الباب طبعا ما احد كان هنا الاطفال هذا الحربة النفسية مارسوها على غيري هم عارفين اني في اب هذا اليوم انا في صنعاوه في بيتي وحدد الوعد واحنا نلتقي اما الحربة النفسية مارسوها على غيري يترفعوا من هذا الاساليب هذه اساليب ليست اساليب دولة هذه اساليب اصابه احنا معانا داخل صنعا عصابه مارقة لوبي انخرطوا باللوبي العفاشي واصبحت اخلاقه من اخلاق اللوبي العفاشي لا يمثلوا مسيرتنا الطاهرة ولا يمثلوا قائد الثورة رضوان الله عليه ولا يمثلوا رجال الجبهات ولا يمثلوا المجاهدين العظماء حول امراض امراض ابتليوا بالسلطة وبمن يتكلم فيهم خلاص ما عاد الله يفكروا كيف يتخلصوا منه فالحربة النفسية هو الارهاصات مارسوها على غيري من ارادني يدق علي ويقول لي تعالوا انا باجيه يواجهني في اي مكان اما يجي على قدام البيت يستعرض وعارف ان احنا معناش في البيت وعاد ونازل ملثم يدق الباب هذه اساليب من حطه وهذا سوء استخدام السلطة ومرض مرض 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 في نفوس هولا اشيء الا الهوامير هولا بان اتكلم بان افضح اي فاسد ولا بان اخشاء الا الله هذه الثورتنا تعلمنا منها وهذه مسيرتنا وثقافتها تعلمنا منها هذه المبادئ مبادئ راسخ التجريت في دمائنا ما لو تعملوا ما عملتو ناشدنا بالامس اطلاق صراح مصطفى المومري وقد شرحنا لكم ليش بقاءه بصمة عارفة حقكم الان خلطوا الاوراق كان باتوقفوا الناس دي بيحرضوا ضد الداخل وليس لهم اي مواقف مشرفة ضد العدو الخارجي اما تصفية الحسابات وبطش بالخصوم واستغلال القانون في صالحكم والوجاهة والسلطة والمال ما باتخضع ما باتخضع الرجال الاحرار والشرفاء الرجال الاحرار والشرفاء تخضعهم وتكسبهم بالطيب بالرجلة بدين الله المواقف الصادقة اما بالارهاصات والله ما تثبر الا عواقب يعني لا يحمد عقباها فتحياتي للجميع قد ننقطع عندكم خلال شهر رمضان المبارك الا للأهمية ونسأل الله نجعل الشهر خير ورحمة ونصر ونصر بإذن الله فتح مبين اذا ربي خلصنا من هول الشلة سبب تأخير النصر والارهاصات التي نعيشها الان هو بسبب اعمالهم وفسادهم الله عز وجل لا يجامل احد لو قد احنا بالشكل المطلوب انقد منع علينا بنصره وتخلصنا من هذا الوضع اللي احنا فيها الان وطهرنا اليمن باكمله وقد انقذنا المستضعفين في العالم بس النفوس التي داخل السلطة الان داخل في صنعة بالحكومة هذه يعني متكالبين كلهم مع بعض عادك تسمعهم سلطة احمد حامد يقول لك لا املك سيارة لا املك بيتا لا املك مزرعة يا اخي لا اذا انت يعني ما عندك فساد مالي انت عندك فساد اداري يكفينا من فساد الاداري انك طلعتوا لنا هذا وزير الصناعة والتجارة ذي الصماد رضوان الله عليه حبسه ووقفه قبل استشهاده ايام ما كان نائب رئيس نائب مدير شركة الغاز ومهنهب مليارات وحبسها الصماد وتوسطوا علماء ووجاهات قال بشرط انه يخرج ولا عاد يمسك اي عمل وكافأتوا الشهيد الصماد طلعته وزير الصناعة والتجارة واشترى فلة الهاشم اللي في عطان بمليون ومائتين الف دولار حول من يستحق والمحاسبة والمحاكمة امام الشعب حوله يستحق والمحاكمة وليس اي ناشط علامي يتكلم ينتقل ضد الفسادة الراهن هذا لا نكون نخادر عنفسنا ونخادر على آخرين مسيرتنا واضحة ونقية وطاهرة مسيرة الدماء شهداء عظماء عظماء مسيرة عظماء لا تدنسوها بأفعالكم بأعمالكم تحياتي للجميع وان شاء الله نشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة